من هيئة الهلال الأحمر في فتح بقالة ما هو تعليقك؟ هذا يسمى أبداع أنا أعتقد أنه مثل هالنوع من المشاريع أعتقد أنه يخلق بيئة ومجتمع يقدر أنه يفكر يقدر أنه يطلع إلى الأمام وهذا الشيء مهم جدا في الفلسفة الإنسانية المعاصرة يا سلام شوفوا البكالة الفلسفية الإبداعية مش أي واحد يقدر يفتح بكالة هذا بكالة فلسفية إبداعية تساعدك على الفلسفة لحنا هذه بكالة بكالة أين الفلسفة في الموضوع؟ بدون فلسفة أنت أشعرفك أنت بالبكالة الفلسفية بكالة فلسفية بمعنى أنها بكالة متفلسفة تجمع فلس فوق فلس لما يعني لو ما تفتح بكالة صح ممكن تفلس ولو فلس في فلسفة في الموضوع أيضا لو تلاحظ أنت لو شفت هذا الزاوية زاوية الفلسفية لو حطيت مثلا صابون جنبه صلصة شوف على إبداع شوف على فلسفة في الموضوع ما فيش أي تنسيق بس من البعد الفلسفي بتجد إنها شيء طبيعي أيضا لو ما تحض مكرونة وجنبها أمواس حلاقة شوف على فلسفة يعني موس ومكرونة يا سلام والفلسفة يعني هذا الأشياء ما قد عملها أفلاطون فتح بكالة فلسفية يعني وسماها البكالة الفاضلة يعني أفلاطون فقط وبعدين فلطوه بعدها قسموه نصين مشاريع ملاقة موسيقى موسيقى موسيقى